الحمد لله واشهد أن لا إله إلا الله وأصلي وأسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن ولاه أيها الأحبة الأكارم تقبل الله منا الصيام والقيام وسائر الأعمال اللهم آمين يا رب العالمين في البداية نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة اليوم نتحث على موضوع مهم هو اغتنام الفرص الدنيا ديما نحكيه ونقوله الدنيا فرص تلقى واحد ساعات شرية كرهبة باهية قولك شريتها بونو كازيان والله ميشي ميشية وما عنده واحد حبيب ما عنده واحد معرفة وبسون باهي كيفاش شريتها قول والله فرصة والاخر شريتها دار باهية في موقع ممتاز وكيفاش فرصة والاخر اربح في تجارة وكذا واخذي سلعة رخيصة وباحها بسم باهية والله فرصة وعادة ان الفرص يا وخياني هي مبنية على الندرة شوفوا المقابلات الرياضية مثلا في ماتش كورا تلقى الفرص قليلة ولكن تلقى اللاعب وقتلي مركي البونتو في التقايق الاخرى وجي فرصة ميضايحاش باك الفرصة هذيك اللي جاه واللي مضايحاش غيرت له مجرى حياته حياته الكل تتغير باك الفرصة هذيك بعد توليله عقود بمئات الملايين وربما توصل الى المليارات فلذلك الفرصة مبنية ايضا على الاخدينام والنبي عليه الصلاة والسلام علم الصحابة فن استغلال الفرص فن قنص الفرص في حديث النبي عليه الصلاة والسلام يقول اغتنم خمسا قبل خمس شبابك قبل هرمك صحتك قبل سقمك فراغك قبل شغلك غناك قبل موتك فكل الخمسة حاجات هذي هي فرصة طيهانا ربي سبحانه وتعالى الصحة العمر الشباب الفراغ الحياة الكل هذه فرص المال الصحة العافية اذا كان الفرص هذية ما نستغلوهاش في طاعة ربي سبحانه وتعالى ما لا وقتاش بش نستغلوها كما رمضان هذية هو فرصة بش نتقربوا الرب سبحانه وتعالى ونغتنموه بش مية بش مية بش ما نحاولوشي نضيعوا اوقاتنا فيما لا يعني كما يقول الحسن البصري رمضان سوق قام وانفض ربح فيه من ربح وخسر فيه من خسر رمضان ايام معدودات انهار ليتعدى معادش يرجع احنا كل يوم ناخذك اليومية والنحي منها ورقة لكن كل ورقة هذيك وقت اللي تتنحى معادش بش ترجع مستحيل ترجع انك يا ابن ادم مجرد انفاس فان ذهب بعضك ذهب يومك وكل انفاس هذيك مقدرة عند ربي ويجي نهار بشتوفة فلذلك نستغلوها فما واحد من الصحابة كانوا قعدين الصحابة كانوا قعدين وكانوا يتحثوا يتحثوا فيما بينهم فالنبي عليه الصلاة والسلام جاء وسلم عليهم وقال لهم حديث ممتاز حدثهم بحديث يدخلوا من امتي سبعون الف بغير حساب ان شاء الله يا ربي يجعلنا منهم قال النبي عليه الصلاة والسلام فما سبعين الف يدخلون الجنة بدون حساب بدأوا كالصحابة يتناقشوا شكونهم هذو ما هالسعداش من هم هؤلاء الفائزون من هؤلاء المبشرون من هؤلاء السعداء من هؤلاء الاتقياء شكونهم هذو يا رسول الله بعد مدة خرج النبي عليه الصلاة والسلام واسئل للصحابة قالوا فيما كنتم تتحدثون وتتناقشون قالوا يا رسول الله في هؤلاء السبعين الف الذين يدخلون الجنة بدون حساب قالوا هم الذين لا يسترقون ولا يكتبون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون هذو هما ليدخلوا الجنة بدون حساب يعني هم المتوكلون على الله حق التوكل وحنا في وقت يا وخياني في حاجة باش نتوكل على ربي شكون عنا غير ربي سبحانه وتعالى بتنشوفوا الدنيا هذية شوفوا الدول اللي قوية اليوم الدول اللي قوية ولاقية صعوبة كبيرة باش تواجه هالأزمة هذي وهالكارثة وهالوباء هذا يعني لكل الإمكانيات مسخرة باش نحاربوا هالوباء هذا اللي نسئلوا ربي سبحانه وتعالى باش يعافينا ويعافيكم ويعافي بلادنا وبلاد المسلمين والبشرية جمعا ولكن ما النجمه ربي خرجنا مع هالأزمة هذي وما يخرجنا مع الضيق اللي احنا فيه الا بالتوكل الحقيقي على الله سبحانه وتعالى التوكل مع الأخذ بالأسباب المهم وقال النبي عليه الصلاة والسلام بينهم اشكونهم المتوكلون المتوكلون على الله عز وجل الحق التوكل وقال لهم انه اللي لا يسترقون ولا يكتبون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون قام واحد من الصحابة قالوا ادعو الله لي انا ان اكون منهم يا رسول الله قالوا حتى انا يا رسول الله راني نحب نكون ما هالسبعين الف الذين يدخلون الجنة بدون حساب بشرع النبي صلى الله عليه وسلم قالوا انت منهم يا عكاشة صحابي هذا اسم عكاشة بن محصب قالوا انت منهم يا عكاشة قام صحابي اخر قالوا وانا زد يا رسول الله ادعيني يا ربي باش نكون من هؤلاء قالوا سبقك بها عكاشة ضاعت الفرصة فاتت الفرصة فما فرق بين صحابي استغل اللحظة ذيك واستغل الموقف ذاك والاخر ضي عليه الفرصة في مرة سيدنا ربيع بن مالك ايضا كان يحضر ماء الوضوء للنبي صلى الله عليه وسلم الصحابي هذا شرف بخدمة النبي صلى الله عليه وسلم وهو كان يوظف النبي عليه الصلاة والسلام شوف الشرف العظيم هذا فالنبي صلى الله عليه وسلم قالوا تمنى علي يا ربيع اتمنى اشنو تحب قالوا اريد مرافقتك في الجنة يا رسول الله سبحان الله استغل الفرصة ايش نو اطلب لا اطلب لا ارزاق لا اطلب اموال لا اطلب عقارات لا اطلب دنيا ما اطلب حتى شي قالوا اريد مرافقتك في الجنة يا رسول الله فقال له عليه الصلاة والسلام اعني على نفسك بكثرة السجود انه الجنة زادة ما هيش هكيك الجنة يطلب مننا خدمة وعمل وقربة الى الله سبحانه وتعالى ونحن في شهر رمضان شهر القيام وشهر الترويح منخليوش بيوتنا ظلمة نوروا بيوتكم ونوروا دياركم بنور القرآن نوروها بنور الصلاة النبي صلى الله عليه وسلم اليوم برشة ناس متقلقة عليش احنا منصليوش في المساجد وعليش متعودين بالترويح لانه الترويح هي سنة من سنن النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم صلى يومين فقط في المسجد وبعد صلى ترويح في الدار صلىها في الدار سيدنا عمر بعد في الفترة متاعه وقت لجاءه شاف المسلمين مفرقين يعني جمع الناس على الصلاة وجمعهم على امام واحد لكن اصل الترويح هو في البيت فلذلك من سنن رمضان ومن اعمال رمضان هي كثرة السجود وكثرة القربة الى الله سبحانه وتعالى خليوا ديارنا منورة بالصلاة خليوها منورة بالذكر خليوها منورة بالقرآن فما ملائكة طوف وتلوج وتبحث على هالديار المنورة هذه اللي مبعضنا البو مع زوجته ومع ولاده نمدوا يدينا وندعيه وربي سبحانه وتعالى خلي الملائكة تحفنا قال عليه الصلاة والسلام ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وحفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة وذكرهم الله في من عنده ربي عز وجل يقول فاذكروني أذكركم ما تحبش ربي سبحانه وتعالى يذكرك قال من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه اي نعم ربي سبحانه وتعالى يباهي بين الملائكة واختلي تبدى ديارنا منورة ولعل هذا فيه خير انه ربي سبحانه وتعالى اكتب لنا باش نقعد في ديارنا علاش باش نصليه في ديارنا باش منخلي وهيش قبور قال لا تجعلوا بيوتكم قبورة اذا كان حبوا نكونوا من رفقاء النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة نوروا بيوتكم بالقرآن نوروها بالقيام نوروها بالذكر والدعاء والاستغفار ان شاء الله يا ربي تجعل بيوتنا بيوت عامرة بالقرآن يا ربي اجعل بيوتنا بيوتا تحفها الملائكة من كل مكان واجعل بيوتا يذكر فيه اسمك يا رحمن اللهم امين بجاه سيدي ولدي عدنان نبينا محمد خير الانام صل اللهم وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الوثمات اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة